أزمة أوكرانيا في حربها ضد روسيا مشهد ما بين مفاوضات دون المأمول ووضع ميداني مشتعل فرغم إعلان موسكو تقلص عملياتها العسكرية إلا أن الواقع على الأرض مغاير الأبرز فيه هو تغيير موسكو تكتيكاتها وستراتيجيتها العسكرية ما بين أنسحاب محدود للقوات وإعادة تمركز نحو الشرق وبدأت تتجنب القتال المباشر معتمدة على الهجمات بعيدة المدى مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أكد الرواية الأوكرانية حول إعادة روسيا تموضع قواتها لافتاً إلى أن القوات الروسية أعادت تموضع عشرين من وحداتها حول كييف مؤكداً انسحاب الروس تماماً من مطار قرب كييف وأكد البنتاجون أن هناك تصاعداً في الطلعات الجوية الروسية وصلت إلى ثلاثمائة خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية فيما تحاول موسكو التركيز على منطقة دومباس شرق أوكرانيا وتوجيه القوات من إيزيوم جنوباً ومن ماريبول شمالاً وفي شمال البلاد تشيرنوبل تحديداً المحطة النووية أعلنت كييف أن العديد من القوات الروسية انسحبت منها متجهة نحو الحدود البلاروسية وعلى صعيد الخسائر والمكاسب العسكرية أصدرت وزارة الدفاع الروسية بياناً أكدت فيه استهدافها 28 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم واحد من بينها مستودعات للوقود وتدميرها 124 طائرة و80 مروحية منذ بدء العملية العسكرية ومن جانب آخر أكدت الرئاسة الأوكرانية أن روسيا دمرت عملياً كل الصناعات الدفاعية لديها وبينما تعلن موسكو وقف عملياتها العسكرية في محط كييف إلا أن حلف النيتو يناقض تلك التصريحات ويشير إلى أنه لا يرى انسحاباً للقوات الروسية بل يتوقع هجمات إضافية ستتسبب بمعاناة أكثر في أوكرانيا روان حمزة